نحن نحتج لأن باكستان ليس لها الحق في غزو بنشير الناس في بنشير جائعون ولا دواء عندهم وكل الطرق مغلقة إن باكستان ليست في وضع يسمح لها بالدخول إلى مقاطعتنا وتدميرها لا طالبان ولا مندوبيهم ولا باكستان ولا أي شخص آخر له الحق في غزو بنشير تظهرت مئات النساء في كابل احتجاجا على تدخلات باكستان في أفغانستان منددين بما وصفوه تواطئ إسلامباد مع طالبان وشارق العشرات من الرجال أيضا في التظاهرات حيث رفعوا لافتات ضد باكستان ورددوا هتافات ضد استلاء طالبان على السلطة ووفقا لمواطنين أفغان فإن ثمت علاقة وثيقة بين طالبان وباكستان والتي يتهمها المتظاهرون الأفغان بمساعدة الحرقة المتشددة للاستلاء على السلطة نحن لا نريد أن تقوم المخابرات الباكستانية بتشكيل حكومة لنا لطالما كانت أفغانستان وستبقى دولة مستقلة لذا لا نريد أبدا باكستان في بلدنا يجب على باكستان الانسحاب من أفغانستان ووقف تدخلها المتواصل في شأن بلادنا هذه التظاهرات شهرت حالات قر وفر بعدما أطلق مسلحون من طالبان النار في الهواء لتفريق المسيرة مما دفع المتظاهرين إلى الهرب من وابل الرصاص وما أعلان طالبان عن بعض الأسماء من تشكيلتها الحكومية في ظل مساع متواصلة لطمأنة المجتمع الدولي بشأن احترام الحريات يظهر الواقع على الأرض صورة مغايرة لما قد يلاقيه الشعب الأفغاني لاحقا ويبقى التناقض واضحا بينما يمارسه قادة طالبان تجاه الشعب الأفغاني وبينما يصرحون به لدول العالم شكرا